ستو ميكا بريو ليدان حققت مجموعة ستارباكس أكبر سلسلة مقاهن في العالم حلما يراود رئيسها الفخري منذ أمد بعيد وذلك بعدما افتتحت أول فرعها في إيطاليا وتحديدا في مدينة ميلانو فقد استلهم هاورد شولز فكرة توسع ستارباكس من مجموعة مقاهن محلية إلى سلسلة عالمية خلال زيارة لإيطاليا عام 1983 ولطالما حلم بالعودة لتقديم قهوته إلى الإيطاليين لكن ستارباكس ستواجه اختبارا صعبا لإقناع السكان المحليين في بلد هو رابع أكبر مستهلك لمشروب القهوة في العالم بدفع مبالغ أكبر مقابل فنجانهم اليومي من الإسبريسو لذلك اتبع فريق التسويق في ستارباكس نهجا غير تقليدي في التعامل مع السوق الإيطالية عندما قرر عدم استخدام العلامات والأزياء الخضراء المعتادة في الفرع الجديد الذي يتسم بالفخامة وقال جون كلوفر رئيس قطاع التجزئة العالمي في ستارباكس إن السلسلة راعت في مظهر مقهى الجديد وطريقة عمله أن يقدم إحساسا بالرقي للزبائن الإيطاليين لكن هذا سيكون على حساب الأسعار ففنجان الإسبريسو في المقهى الجديد سيتكلف 1.8 يورو أي ما يزيد عن الدولارين بقليل وهو ما يعادل تقريبا مثلي سعره في المقاهي الإيطالية وتأمل السلسلة في افتتاح أربعة فروع جديدة في المدينة قبل نهاية العام لكن النجاح في بلد يوجد فيه 57 ألف مقهى وهو أعلى رقم في بلد غربي سيكون بلا شك تحديا كبيرا